مراسل الحدث محمد هارون محمد يعني آخر التطورات المتعلقة بما يجري هناك بدأ عملية خروج المدنيين الأكراد من الشهباء وتل رفعت في حلب نحو منبج والرقة وذلك بإشراف تركي أمريكي كيف يتم ذلك؟ هل الموضوع مقسم على مراحل؟ كيف أشرفت أنقرة وواشنطن على هذه العملية؟ هل هناك تصريحات كذلك من قصد تجاه ذلك؟ نعم بالفعل بالنسبة لموضوع التصريحات الرسمية حتى هذه اللحظة لا توجد تصريحات رسمية لكن بالفعل هناك المدنيون المتواجدون في منطقة الشهباء الآن يستعدون للخروج من منطقة الشهباء والتوجه لربما غالبا إلى مناطق شرق الفراد حيث تسيطر قصد أما حقيقة هناك هذا يشمل منطقة الشهباء منطقة الشهباء تل رفعت ففي مدرسة المشات احرص كل هذا المحور الذي يسمى منطقة الشهباء طبعا حتى هذه اللحظة غير معروف ما إن كانت ستكون ضمن هذه الاتفاقية منطقة الشيخ مقصود ومنطقة الشيخ مقصود وكذلك حيئة الأشرافية الذي يتواجد في حلب والذي أيضا يخضع الآن لحصار مطبق نعم أما كما قلت لك الآن بشكل رسمي المدنيون في منطقة الشهباء يستعدون نعم بالفعل بشكل رسمي للتوجه إلى مناطق غالبا شمال أو شرق الفرات أيضا المعلومات التي تقول بأن هناك غالبا سيكون الهلال الأحمر متواجد في المنطقة ويشرف مع الجانب التركي والأمريكي لعملية الخروج عودة مرة أخرى للشيخ مقصود والأشرافية محمد وفي ظل ندرة الأخبار المتعلقة حول ذلك هل يبدو بأن السيناريو نفسه سوف يسري على كل من الشيخ مقصود والأشرافية نعم لأنه بطبيعة الحال لا توجد خيارات أخرى سوى الخروج هذا هو الشيء المؤكد لأن الشيخ مقصود وحي الأشرافية هم الآن بحصار مطبق لكن الفرق ما بين تواجد منطقة الشيخ مقصود أو منطقة الشهباء منطقة الشهباء تخضع بشكل مباشر لعمليات فجر الحرية التي تقودها الفصال المسلحة الموالية لتركيا أما منطقة الشيخ مقصود وكذلك حي الأشرافية تخضع لإدارة العمليات العسكرية التي تقودها تحرير الشام وتحرير الشام في هذه المنطقة قالت بأن لا تريد خيار المواجهة مع الوحدات الكردية إنما تريد الخروج بشكل سليم بعيدا عن الدم وكذلك الصراعات كان هناك قبل قليل تصريح من إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ الجناح السياسي والمدني لهيئة تحرير الشام يخاطبون الأكراد في هذا البيان يقولون بأن نؤكد رفضا القاطع للممارسات الهمجية التي ارتكبها تنظيم الدولة ضد الأكراد هذا هو من ضمن التصريح الطويل لحكومة الإنقاذ وإدارة شؤون السياسية إذن من ريف حلب مراسل الحدث محمد هارون شكرا جزيلا شكرا جزيلا